بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمشي فوائد كثيرة وبخاصة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بكثرة الخطى إلى المساجد فيه ثواب عظيم ولكن ماذا كشف العلم حديثا دعونا نتأمل بيّنت دراسة حديثة أجريت على المتنزهين والمتسلقين في جبال الألب أن للأشكال المتنوعة في الرياضة تأثيرات مختلفة على الدهون في الجسم وعلى السكر في الدم وأن للسير أو المشي فوائد كثيرة جدا في علاج مرض السكري طبعا يقول الأطباء في النمسا إن هوات المشي وبخاصة في الأماكن الطبيعية يتجنبون كثيرا مرض السكري ويقول الدكتور جيرالد فيلتشر طبيب الأمراض القلبية بمستشفى مايو إنه يمكن تطبيق هذه الدراسة في الحياة اليومية فمرضى السكري الذين يعملون في مكاتب موجودة في مباني عالية مثلا يمكنهم استقلال المصعد صعودا والدرج نزولا يعني أحبتي في الله المشي يساعدك على التخلص من مرض السكري وبخاصة المشي نزولا وليس صعودا يعني يمكن أن تستخدم المصعد للصعود ولكن تنزل على السلالم أو الأدراج ويكون هذا النظام اليومي الذي تتبعه مساعدا جدا لتخفيف أثار مرض السكري سبحان الله لذلك أيها الأحبة القرآن يأمرنا أن نمشي في الأرض أن نسير في الأرض يعني مثلا قال تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وفي آية أخرى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إذن هذا المشي يعني حتى الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها أن نمشي أو نسير كان فيها فائدة وخير لعلاج بعض الأمراض سبحان الله لذلك أيها الأحبة ونحن نتأمل هذه الدراسات لا نملك إلا أن نقول الحمد لله الذي سخر لنا هذه الوسائل لحمايتنا وسعادتنا والحمد لله أنه جعلنا مسلمين فالحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق حقا اشتركوا في القناة حسن لله اشتركوا في القناة الحقاء